بسم الله السلام عليكم كيف حالكم أيها الصف الثامن؟ أتمنى أن تكونوا بخير قمت الآن لكم بمراجعة بسيطة لمادة الامتحان من الدرس الأول حتى الدرس العاشر لذلك يجب أن تشاهدوا هذا الفيديو بتركيز لأنه سيسهل عليكم طريقة حفظ المادة وطريقة فهمها الآن في الدرس الأول لدينا سورة الاسراء السعي للدنيا والآخرة ما معنى المفردات الآتي؟ يجب أن نحفظها العاجلة ما يتعجله الإنسان من نعيم في الحياة الدنيا مدحورة مطرودة من رحمة الله محظورة ممنوعة هناك قسمين للناس في سعيهم في الحياة الدنيا قلنا هناك من يسعى للدنيا دون النظر إلى الآخرة ومن يسعى للآخرة لكن دون ترك الدنيا يعني يكون معتدل ومتوازن في أعماله يعني يبقى يؤدي عباداته وما هو واجب عليه لكنه لا ينسى الدنيا يعني يوازن بين هذا وذاك ما هو شرط قبول السعي في الآخرة في قوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة كيف يقبل الله في السعي للآخرة؟ إذا كان ذلك بإيمان وإخلاص إذن الإيمان والإخلاص هو شرط قبول السعي في الآخرة تتفاوت درجات المؤمنين بحسب ماذا؟ إخلاصهم وتقواهم لا أشكالهم ولا أنسابهم ولا صورهم إنما الإخلاص والتقوى الدرس الثاني محبة الله تعالى من هو يراوي حديث محبة الله تعالى؟ الصحابة الجليل أبو هريرة رضي الله عنه يعني أنا قد أأتي لك بهذا السؤال وأضع لك في الخيارات عدة رواقد أبو هريرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى آخر يجب أن تحفظ هذه الإجابة ما معنى المفردات الآتية؟ عادة آذى بالقول أو الفعل آذنته بالحرب هناك يعني يقول الله عز وجل آذنته بالحرب أي أعلنت عليه الحرب استعاذني لجأ إليه من هم أولياء الله تعالى؟ كل من حرص على التزام أوامر الله تعالى واجتناب نواهي الفرائض تذكرون الفرائض؟ قلنا هي الأعمال التي فرضها الله تعالى على المؤمنين ويجب القيام بها كلمة يجب مهمة مثل الصلوات المفروضة وصيام رمضان النوافل جميع الأعمال الصالحة لكن ماذا؟ غير واجبة الفرق بينهم هذا هنا لعلن يجب أن نركز أنه يجب القيام بها هذا الفرائض النوافل غير واجبة مثل قيام الليل والاستغفار والتسبيح وغيرها الآن نأتي إلى درس فرائض الوضوء ما هو مفهوم الوضوء؟ الوضوء مفهومه هو استعمال الماء في غسل أعضاء معينة مع النية تريد أن تغسل أعضاء معينة من جسمك مع النية أنك تريد أن تقوم بالوضوء من أمثلة العبادات التي يكون فيها الوضوء واجبا وضعت هذه الكلمة بلون أحمر الوضوء يكون الآن الوضوء حكمه واجب وسنة في نفس الوقت كيف؟ أنه في بعض العبادات يكون واجب وفي بعض العبادات يكون سنة فما هي العبادات التي يكون فيها الوضوء واجبا؟ من ذلك الصلاة والطواف حول الكعبة هذان المثالان هما الوحيدان الذين أخذناهما لكن يسن الوضوء يكون سنة لأسباب منها قراءة القرآن الكريم لمس المصحف دخول المسجد وقبل النوم وقد أضعك في شك أضع لك من أمثلة العبادات التي يكون فيها الوضوء واجبا؟ أضع لك الطواف حول الكعبة مع قراءة القرآن ولمس المصحف وإلى آخره فيجب أن تميز أن هذه أمثلة يكون فيها الوضوء واجبا وهذه أمثلة يكون فيها سنة فروض الوضوء بالترتيب مهم الترتيب جدا لأنني قد أضع لك الترتيب مختلف وأقول لك واحد من الترتيب الآتي هو صحيح النية غسل الوجه غسل اليدين مع المرفقين مسح بعض الرأس غسل الرجلين مع الكعبين هذا الترتيب لماذا؟ لفرائض الوضوء من الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البشرة يعني إذا كانت موجودة يجب أن نقوم بتنظيفها أو بإزالته حتى يتمكن الوضوء من الدخول إلى الجلد وإلى البشرة هو طلاء الأظافر والديهان والمواد اللاصقة من الأشياء التي لا تمنع يعني وجودها لا يمنع وصول الماء إلى البشرة أثر الألوان المائية والحناء أرجو منك الانتباه إلى أسئلة صفحة 18 سؤال 3 وسؤال رقم 4 جدا مهم الآن ننتقل إلى الدرس الآخر مد الصلة مد الصلة هو إطالة الصوت في هاء الضمير المتحركة هاء الضمير المتحركة بواو إن كانت مضمومة وبياء إن كانت مكسورة إذن إذا قلت لك بأن هاء الضمير تأتي في مد الصلة متحركة ساكنة ماذا؟ يجب أن تعرف بأنها متحركة مثل إنه على رجعه لقادر تكون متحركة بين حرفين متحركين إذن يشترط في هاء الصلة أن تكون متحركة بين حرفين متحركين لا لن أأتي لك في الامتحان بأمثلة وأقول لك استخرج لي أين هاء الضمير وإلى آخره هذا الشيء أكون في التلاوة لكن المهم أن تعرف بأنها تكون متحركة بين حرفين متحركين الآن نأتي إلى درس سنن الوضوء ونواقضه هناك أخذنا فرائض الوضوء هنا سنن الوضوء سنن الوضوء من الأعمال التي واضى بالنبي صلى الله عليه وسلم على فعلها ولاحظ معي تركها أو نسيانها لا يبطل الوضوء يعني إذا لم أفعلها لا يبطل وضوء لكن نحن نفعلها من باب أننا نريد الأجر العظيم لأنه الإنسان يفوت هو أجر عظيم إذا تركه سنن الوضوء نبدأ التسمية ماذا يقول الإنسان بسم الله غسل الكفين إلى الرزغين التكرار ثلاثا كل فعل يفعله ثلاث مرات المضمضة لماذا يفعله ثلاثا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك المضمضة الاستنشاق والاستثار أي أن يدخل الماء إلى أنفه بيده اليمين ويخرجه بيده اليسار مسح الأذنين تخليل أصابع اليدين والرجلين إسباغ الوضوء ما معنى إسباغ الوضوء يعني أن أتوضأ بي وأسبغ على جسمي يعني أكثر من الماء على جسمي ولا أسرف في نفس الوقت كلمة الواء الموالا هي غسل الأعضاء بالتتابع من غير انقطاع يعني لا أغسل يدي ثم أبدأ بالحديث مع زميلي حتى تنشف في يدي لا لا يجب أن تقوم بغسل الأعضاء بالتتابع فورا وعدم الاستراف في استعمال الماء نواقض الوضوء كيف ينقض وضوئي كل ما خرج من أحد السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو دم ونوم غير المتمكن مع الانتباه وأرجو منكم إلى أسئلة صفحة 27 سؤال رقم 3 وسؤال رقم 4 هذه الأسئلة التي أضعها لك يعني هي أسئلة ما حكم أن يفعل كذا ماذا يفعل فلان إذا فعل كذا هذه مهمة جدا لأنها سهل أن أضع عليها أضع دائرة فلذلك يجب أن تدرسها دراسة متمكنة الآن لدينا الصلاة شروطها وأركانها من شروط صحة الصلاة أنا حتى يجب أن أقوم بالصلاة هناك لدي شروط أن يكون لدي عقل لأن المجنون ليس مطالب بالصلاة دخول الوقت يعني بعد أن يؤذن الفجر علي أن أصل الفجر لا أصل الفجر قبل أن يؤذن الطهارة وهي طهارة البدن والثوب والوضوء والوضوء وستر العورة واستقبال القبلة من أركان الصلاة كيف أبدأ الصلاة أنوي أنني أريد أن أصلي الصلاة المغرب العشاء إلى آخره أكبر تكبيرة الإحرام وقلنا لماذا نسميها تكبيرة الإحرام لأن كل ما كنت أفعله قبل الصلاة محرم علي بعد هذه التكبيرة لا أأكل لا أشرب لا أضحك لا أتكلم القيام، قراءة الفاتحة في كل ركعة، الركوع، الاعتدال، بعد الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين، الجلوس الأخير، السلام، الترتيب بين هذه الأعمال وكلمة الترتيب جدا مهمة لأنني قد أأتي لك بهذه الأعمال مرتبة وغير مرتبة وأقول لك أي الجمل هذه صحيحة فأنت يجب أن تحفظ الترتيب مواضع السجود عددها هذا سؤال قد يأتي في الامتحان أقول لك مواضع السجود خمسة، ستة، سبعة، ثمانية وهي طبعا سبعة قلنا الركبتين، اليدين، الأنف، والجبهة، والقدمين وكذلك أرجو منكم بالانتباه إلى أسئلة الدرس صفحة 33 سؤال رقم أربعة وسؤال رقم خمسة الآن الصلاة سننها ومبطلاتها سنن الصلاة هي الأعمال التي حافظ الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليها في الصلاة هي ليست من شروطها ولا أركانها من سنن الصلاة دعاء الاستفتاح اللهم أني وجه توجه إليك وإلى آخر يعني يقولها الناس في بداية الصلاة القنوة بعد فرض الفجر والقنوة بعد فرض الفجر هو دعاء يقوم الناس بدعائه أو بتلاوته وهذا من سنن الصلاة وليس واجب علينا رفع اليدين بمحاذاة المنكبين عند تكبيرة الإحرام وضع اليد اليمنى على اليد اليسر عند قراءة الفاتحة قراءة ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة والتأمين بعد الفاتحة هذه سنن لكن نحن نقوم بها حتى لا يفوتنا أجر عظيم بتركيها من مبطلات الصلاة ترك السجود أو الركوع متعمدا انتقاض الوضوء بعد السلام ترك التوجه إلى القبلة والضحك متعمدا هذه من الأشياء التي تبطل الصلاة وكذلك أرجو منكم الانتباه جيدا إلى أسألة الدرس في صفحة 36 والسؤال رقم 3 أقسام مد الصلاة كنا قد أخذنا في أقسام مد الصلاة أن هناك مدين مد صلة صغرى ومد صلة كبرى أنا في الامتحان هذا داخل معكم فقط مد الصلة صغرى ومد الصلة الصغرى يكون بمجيئها الضمير متحركة بين حرفين متحركين لكن ماذا؟ ليس بعدها همزة قطع ليس بعدها همزة قطع انظر هنا لديك الهاء بين حرفين متحركين لكن ماذا جاء بعدها؟ تاء ليس حرف ليس حرف أو ليس همزة قطع لكن في مد الصلة الكبرى والذي سيكون داخل في امتحان الفانل أنه هناك هاء متحركة بين حرفين متحركين وبعدها همزة قطع هذا الفرق بينهما أيضا هناك فرق آخر بأنه هاء الضمير تمد بمقدار حركتين الآن نأتي إلى سورة الإسراء في صفحة 41 والتي أخذنا فيها المفردات والتراكيب الآتية قلنا وقضى ربك أي حكم ربك واخفض لهم الجناح الذلي من الرحمة أي تواضع لهما للأوابين للتائبين إلى الله تعالى ابن السبيل المسافر الذي انقطع عنه ماله أو ضاع منه وليس كل مسافر ابن سبيل يعني ليس أي شخص يسافر نقول هذا ابن سبيل لكن الذي تضيع يعني ممتلكاته وأمواله ويبقى من دون شيء هذا نسميه ابن سبيل كيف يكون بر الوالدين بعد موتهما بالدعاء لهما بالرحمة والصدقة عنهما وبر صديقهما لماذا ذم الله تعالى المبذيرين وجعلهم أشباه الشياطين بسبب تبذيرهم وتركهم طاعة الله بارتكاب المعصي علل قرن الله تعالى أمر الإحسان إلى الوالدين بعبادته تأكيدا على وجوب بالرحمة وكذلك أرجو الانتباه إلى أسئلة الدرس صفحة 46 سؤال رقم 3 و 4 و 5 جدا مهم الآن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في بيته وهذا آخر درس قد دخل معنا في مادة الانتحان تزوج النبي أكثر من أربع زوجات لأسباب عديدة منها لماذا؟ قلنا حتى يقوم بنشر أحكام الإسلام بشكل عام توثيق العلاقات مع بعض القبائل تأليف قلوب بعض القبائل والرحمة ببعض القبائل أو هي الرحمة ببعض الأرامل لأنه هناك من توفت وهذا خطأ مطبعي الأرامل وليس القبائل وقلنا بأن هناك من توفى زوجها في الحرب فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج بهن رحمة يعني بقلوبهن وكم عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عددهم 12 كم عدد بنات النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كم عدد أبناء النبي من الذكور ثلاثة أعطني مثال على كل مما يأتي الآن في الامتحان إما أن أأتي لك بهذه الأمثلة وأقول لك هذا يدل على ماذا؟ تواضع رحمة تعليم عدل النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يجب أن تجيب وأنا قد رتبت بهذا الطريق لأن هذا المثال الذي ذكر في الكتاب فتواضع النبي صلى الله عليه وسلم مثال عليه أنه كان يفلي ثوبه وقلنا معنى يفلي يعني يخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه مثال على رحمته صلى الله عليه وسلم كان يلاطف زوجاته يحترم بناته يعطف عليهم يحب أحفاده ويحنو عليهم تعليم النبي أنه أمر الله تعالى نبيه أن يبين ويأمر زوجاته وبناته بأداء الفراط فكانت زوجات النبي يعني يأتي الصحابة ليسألوهم في أمور الدين وكنا يعني يجبنا على ذلك من معرفتهن بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بتعليمهم إياه عدل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج للسفر يقرع بين زوجاته وقلنا يقرع يعني يقوم بالقرعة فمن خرج سهمها يعني يأتي بعدة سهم يعني أسهم ويكتب عليه هذه الأسهم أسماؤهن ثم يأتي بهذه الأسهم ويضحى في وعاء أو في شيء فالتي يخرج سهمها ويكون مكتب عليه اسمها يعني أو إذا كان هذا السهم لها تصاحبه في السفر وهذا يدل على ماذا؟ على أن الرسول كان عادل بين زوجاته فلا يميز بين واحدة على الأخرى وأيضا أرجو منكم الانتباه إلى أسئلة الدرس صفحة 52 سؤال رقم 3 و 4 و 5 والآن حاولوا أن تجدوا وتجتهدوا ما استطعتم مع أمنياتي لكم بكامل الموفقي